بعد 14 يوماً قضاها ركاب السفينة السياحية دايموند برينسس سأرهن الحجز الصحي قبل تسواحل يوكوهاما بدأ الركاب مغادرتها في عملية ستستغرق عدة أيام السلطات الصحية في اليابان أكدت أن عملية الإجلاء ستشمل أيضاً كل المسافرين الذين أظهرت فحوصهم الطبية عدم إصابتهم بالفيروس ولا تبدو عليهم أعراض الإصابة وتجاوز عدد من أصيبوا بالفيروس بين ركاب السفينة 540 بعد تسجيل إصابة نحو 90 آخرين وفي كوريا الجنوبية منعت السلطات دخول أي أجنبي كان على متن السفينة السياحية بينما سيلزم الكوريون الجنوبيون القادمون من السفينة بالبقاء في منازلهم تحت الحجر الصحي يأتي هذا فيما ناشدت الحكومة الصينية الشعب التبرع بالدم نظراً للنقص الكبير في كمياته بالمستشفيات مشيرة إلى تراجع عدد المصابين للمرة الأولى انخفضت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة بالفيروس بعد تسجيل أكثر من 74 ألف إصابة وانخفض هذا العدد ألفي إصابة نستطيع التأكيد أن إجراءات السيطرة على الوباء تسير نحو الأفضل من جانبها أعلنت هونغ كونغ تسجيل ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا كما ارتفع عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى نحو 50 إصابة جديدة يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة في منغوليا استمرار إغلاق المدارس لمنع انتشار الفيروس في حين أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا دليل على وجود أي إصابات بالفيروس في كوريا الشمالية اشتركوا في القناة